يلا نخش في موضوع حلقتنا وفي موضوع حلقتنا حنبتدي بالموضوع اللي تكلمنا عنه مرة واثنين وثلاثة واربعة ونفكر بعد ان مصر بتتعرض لكمية اشاعات رهيبة طول الوقت وقلنا وبنقول والشركة المتحدة اللي كلنا بنطلع من شاشاتها وبننتمي بكل الفخر اللي هي كانت اطلقت مبادرة للرد على الشائعات ليه؟ لان الشائعات اداة من ادوات الحرب على مصر وعلى المصريين بدل ما نبني بلدنا وننشغل ازاي نبنيها وازاي نعمرها وازاي نكبرها طول النهار يحاولوا يكعبلونا بالاشاعات والاشاعة معلومة كسب او معلومة ملهاش اساس او حاجة صغيرة وتتكبر والناس يقولك ما هو ما فيش دخان من غير نار الاشاعات مقصود منها ان حضرتك تتدايق ان حضرتك تقلق على البلد ان حضرتك تخاف على ولادك على حياتك على اكل عيشك مقصود منها ان يحصل دربكة دربكة في السوق مفيش كذا ننزل نجري نشتري الحق كذا نلحق نجري اعمل كذا مقصود منها الدربكة مقصود منها ان حضرتك تفقد السقة في الدولة في مؤسساتها في الوزارات في الحكومة لانه كلام وانه نكون رده وكلام وكسبه وكلام وزيف وكلام نفضل في الديلامة دي وطبعا كلنا عارفين ان الاشاعات الايام دي كتيرة وحتكتر ليه لا ما انتو عارفين بقى لسه مش هقول لكم بس كلنا عارفين ان الفترة دي مهمة في حياة المصريين مهمة بالنسبة لمصر والاشاعات هتكتر وزي ما انا دايما بقول مجلس ادارة الشر اللي قاعت حاطة مصر والمصريين في دماغه هو والسوشيال ميديا واللي جان الالكترونية واشاعة من اشاعة من كام يوم ظهرت اشاعة ان فيه نقص في توريد الامح طبعا كلكم عارفين ان احنا بقالنا فترة فيه نظام توريد الامح من المزارعين وبناخد الامح والامح بنحطه صوامع وبنخزنه وبنقمن اكل عيش المصريين شهر ولا شهر وتبقى الدنيا مستقرة قالك السنة دي توريد الامح قل الموسم عشرين تلاتة وعشرين المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية اللي نفت الكلام ده وقالت ولا ليه اي اساس من الصحة منظومة توريد الامح في الموسم الحالي عشرين تلاتة وعشرين حققت اهدفها وقالوا انه كان فيه اقبال من المزارعين على توريد الامح لانه السعر اللي كان بيتورد به الاردب كان الف جنيه وكمان زاد لالف ونص وانه كميات الامح المحلي اللي تم توريدها وصلت لحوالي تلاتة مليون وتمنمية الف طن مع انتهاء الموسم وانه ده ترتب عليه ان الاحتياط الاستراتيجي للامح زاد واصبح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة خمس تشهر طب خلاص كده هي بس دي الاشاعة لا ازاي استنى خدوا كمان اشاعة تانية قالك فيه ناقص في السكر برضو المركز الاعلامي المجلس الوزراء تعالى طول تناول المسألة وقالوا ايه حكاية ناقص كميات المعروضة من السكر في الاسواق والمنافذ وزارة التموين والتجارة نافت الكلام ده وقالت ما فيش اي اساس من الصحة هاخدوا بالكم هما لما يوترك ويقولك السكر ناقص حضرتك لو عندك حتى سكر في البيت يكفيك الشهر ده هتنزل جار يتدور انك تجيب لك 3-4-5 كيلو سكر تخزينهم اهل علا وعسى وزا ما كدش الاشاعة حقيقية احتمال وما فيش دخان من غير نار حضرتك تعمل الازمة هو بيزوقك تخلق ازمة انا نزل اخزن وانت تنزل تخزن والتجار لما يلاقونا بنخزن يغلوا الاسعار فيقولك اهو غيلي عشان نقص ويه الدنيا تتدربك المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وقال ان المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المستهلكين لغاية شهر ابريل الجاي لغاية شهر ابريل احنا في سبتمبر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل يعني عندنا احتياج استراتيجي من السكر يكفينا سبع شهور على فكرة قانون العقوبات في عقوبة للناس اللي بتخلق الاشعات او بتردد الاشعات او بتنشر الاشعات بس السوشيال ميديا واللي جاند الكترونية والست اللي بتميل على ودنك في الميكروباس ولا تعمل انها نصحة في السوق ولا زميلك في الشغل اللي يقولك هقولك حاجة بس ما تقولش لحد مش معقول هنمشي مبلغ في الناس بس اخدوا بالكم الاشعات عليها عقوبة جنائية لانها مش عمل بريء لانها بيبقى مقصود منها الشر والضر شكرا